متابعي قناة استمع لي العزاء سلام الله عليكم قبل بداية الفيديو ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد عندما قررت عائلة القيام برحلة بعيدة مؤخرا كانوا يبحثون عبرها عن المغامرة وحينما أنهوا حزم أمتعتهم قرر الوالد أن يوثق هذه المناسبة ويلتقط صورة سيلفي وعندما تجمعوا لأخذ الصورة لاحظوا شيئا غريبا يختبئ في الجزء الخلفية من السيارة تنحدر عائلة ريتشتر من ولاية أوريغون وككل عائلة فهم يستمتعون بقضاء الوقت رفقة بعضهم البعض لذا لم يكن من المفاجئ أن تقرر الأمة إمبر والأب إيريك وثلاثة من أبنائهما القيام برحلة في شهر مارس من عام 2017 في الحقيقة قرروا أن العالم ملك له حيث قفزوا إلى داخل سياراتهم مستعدين للمغامرة الأم والأب جلسوا في المقدمة بينما جلس الأبناء الثلاثة بمحاذاة بعضهم في الخلف على كل حال وبما أن المجموعة كانت جاهزة لتبدأ يومها فكر الأب أن عليه أن يقوم بأمر ما فأخرج هاتفه وأمر العائلة أن يبتسموا لقد أراد ببساطة أن يلتقط صورة سيلفي للعائلة كما يبدو ذلك وبقولهم تشيز حرص إيريك على أن يظهر أحباءه كلهم في الصورة وسرعان ما بدأ أفراد عائلة البارعون في التكنولوجيا بالضحك عندما علموا أن والدهم يسجل مقطع فيديو بدلا من أخذ لقطة واحدة ولكن لما علم إيريك بغلطته هاتف التقط ومع ذلك استمر بتحريك كاميرته وبينما هو يقوم بذلك لاحظ شيئا صادما وقع في الخلف عندما كان يصور الفيديو بالخطأ والعجيب في الأمر أنه صور ذلك الحدث كله على الفيديو فبينما كانت عائلة ريتشتر لازالت تضحك على خطأ إيريك ظهر شخص ذو غطاء على رأسه في الصورة لقد كان مختبئا في الجزء الخلفي من السيارة وكان على وشك الإعلام لوجوده على أي حال لما فعل ذلك تعالت صرخات الدم المتخثر في السيارة لحسن الحظ لم يكن سبب هذه الصرخات هو الخوف لأن الشخص الغامض كان شابا اسمه روان وهو في الحقيقة ابن أمبر وإيريك والذي قال أنه لم يكن متوقعا أن يكون بالمنزل ذلك اليوم ولا بأس أن يتواجد في سيارة العائدة كذلك وهذا راجع لكون روان وكيل عريف في البحرية وكنتيجة لذلك فهو يحص بنفسه دائما بعيدا عن المنزل لفترات طويلة في الواقع كرجل خدمة عسكرية وظيفته قد تحتم علي الذهاب إلى كل بقاء العالم لتربنها في مؤخرة السيارة كانت تلك مفاجأة مرحبا بها من طرف أمبر ومع ذلك استلزم الأمر عدة دقائق لكي تهدئ نفسها من أثر الصدمة يا إلهي قالت أمبر لقد أثرت فيها الذعر بعد ذلك بينما قام روان بتقبيل شقيقتيه متنقلا من الخلف إلى الأمام صدمت أمبر بفكرة أن زوجها قد يكون مشتركا في هذا السر هل كنت تعلم أنه سيفعل ذلك؟ سألت أمبر زوجها إيريك وتبين أن إيريك كان له دور في هذا المقلب فقد كان هو المسؤول عن إقلال روان من المطار عندما وصل إلى أوريغو هنا علمت أمبر أنه قد تم خداعها فقالت لزوجها أنت شرير ما حدث بعد ذلك كان تجمعا حميميا للعائلة روان قم بتقدم إلى النصف الأمامي من السيارة ليعطي أخيرا لأمه العناق الذي تستحق بل الذي حصل بعد أن وجد أفراد عائلة أنفسهم في عناق جماعية بعد أن صور إيريك الفيديو قرر أن ينشره بسرعة على اليوتيوب ألاوة على ذلك مباشرة بعد أن قم بتنزيل الفيديو حصد شهرة في وقت وجيز حيث بلغ بسرعة 90 ألف مشاهدة لم يمضي الكثير حتى بدأ الفيديو الذي يدفئ القلب بالانتشار والعديد من الأشخاص لم يستطيعوا أن يكتموا آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي لا أعرف ما الأجمل هل هي ردة الفعل القصوى للأم أم ابتسامة الحب الغير المنقطعة من طرف الأب إنه كما كتبت كمستخدم للفيسبوك مع القليل من الدموع في عيني عندما أتذكر عائلتنا البحرية مجتمعة كتلك اللحظة الحميمية وأضاف آخر لقد كانت لحظة مليئة بالحب والأحاسيس وستظل دائما من بين ذكريات الجميلة لا شيء يقارن بحب العائلة مع كل الاهتمام الذي حظي بها الفيديو قرر إيريك وروان أشروع في خطة واحدة بعد وهو أن يقوم بمفاجاة جدة روان التي ليس عندها أدنى فكرة على أنه بالمنزل مدى بعد كانت ردة فعلها هادئة إيريك زار والديه في منزلهما على أي حال عندما كان يهم بالمغادرة استدعاهما لغرفة أخرى حيث اختبأ روان بعد ذلك قام إيريك بمعانقة أمه في حين كان حفيدها يقف وراءها وكنتيجة لذلك بطبيعة الحال فوجئت بحفيدها عندما استدارت ومثل أمه بالضبط شرعت في الصراخ وعلاوة على ذلك قامت بتوبيخ روان حيث قالت له عار عليك بعد أن تجاوز لكل هذه الصدمة قرروا أن يخصصوا وقتا لتجتمع العائلة كلها إذا كان الشاعر هو روان مجددا فإن اللقاء العائلي القادم سيبقى حجية على الأقل لن يكون في السيارة هذه المرة أتمنى أن تكون القصة قد أعجبتكم لا تنسوا مشاركة القصة مع أصدقائكم شكرا لكم وإلى اللقاء